لكن الحزن في الاكتئاب ليس طبيعيا بمعنى أنه غير متناسب مع السبب أو مع المؤثر شدة ولا متناسب معه مدة بل قد لا يكون هناك سبب أصلا هو الثلاثي الرئيسي في الاكتئاب اللي هو نقصان الرغبة والاهتمام والاستمتاع الله يشفيه بالمواسبة المهم جدا إذا كان في أحد عنده اكتئاب سواء بدأ العلاج أو ما بدأ أن أسرة تعرف إش هي العلامات المنذرة يعني في بعض الناس من النواسة قبل ما ينتحر أو قبل أن يحاول الانتحار يوزع أغراضه يا الله قلنا أن الذاكرة عبارة عن ثلاث مراحل مرحلة استقبال مرحلة تخزين مرحلة استرجاع هو يظن أن مشكلتك في الاسترجاع لا أحنا نقول لك ترى أنت مشكلتك في أصلا الانتباه في الاستقبال بالاستقبال صحيح أحيانا توجيه النصيحة لمرض الاكتئاب تزيده اكتئاب تشعل اللوم أيها هو أصلا يلوم نفسه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعداء في استضافتكم في بودكاست وفي أنفسكم الحديث عن النفس البشرية وما يعترض لها من أمراض وأعراض والطربات وسواء وما إلى ذلك ضيف الدائم في هذا البودكاست بإذن الله هو سعادة الدكتور أنس بن عوف أستاذ جامعي سابقا واستشاري الطب النفسي في أحد كبرى مستشفيات هنا في المملكة وما شاء الله ما جسير في الفقه المقارن الإسلامي حياك الله دكتور الله يحييك أبو بدل وبرك الله فيك أنا سعيد جدا بالمشاركة معاكم في هذا البرنامج وسعيد بأن أكون ضيفك وأنت ما شاء الله رجل مميز يعني وقمة الفخر الله يساك الله خير من ذوقك الله يحفظك قبل أن نبدأ في هذا البودكاست المتعلق بالنفس البشرية أود أن نعرج على أول شيء الطب النفسي إيش الفرق بين الطبيب النفسي وبين أحيانا يقولون معالج أحيانا يقولون علم النفس أو مختص بعلم النفس متى يذهب الإنسان لهذا ومتى يذهب لهذا ودعنا نفترض أيهما يسبق من نعم بسم الله الرحمن الرحيم هو حقيقة الأسماء متشابهة ويحصوا الخلط فيها كثيرا لكن الطبيب النفسي من اسمه طبيب درس كولية الطب تخرج منها ثم اختار أن يتخصص في الطب النفسي كما يختار زميله أن يتخصص في الجراحة والآخر في الباطنية وكذا فهو حاصل على بكراريوس الطب والجراحة ثم يختار أن يتخصص في الطب النفسي مهمته عادة أن يشخص المرض ويضع الخطة العلاجية بالتركيز على العلاج الدوائي فهذا هو الذي يتميز به عن غيره بالنسبة لعلم النفس تخصص آخر قائم بذاته غير الطب النفسي وهو يتخصص واسع وكبير وتعدد المجالات عادة يدرس الدارس له يدرس إما كلية الآداب قسم علم نفس أو كلية التربية قسم علم نفس أو أحيانا كلية علم النفس أصلا هناك كليات بعض البلدان باسم كلية علم النفس ثم يتخصص في داخل علم النفس ما شاء طبعا علم النفسي علم النفس اجتماعي علم النفس التربوي علم النفس التسويق ومن بين هذه التخصصات التي تدرج تحت علم النفس ما يسمى بعلم النفس السريري أو العيادي اللي هو الكلينيكل فهذا هو الذي يختص بالأمراض لكنه لا يختص بها من زاوية إعطاء وصفات دوائية وإنما يختص بها من زاوية إما تطبيق قياسات نفسية أو تدخلات غير دوائي الدخلات علاجية غير دوائي اللي هي ما يسمى بالجسات أكثر ناسة معنا الجسات النفسية علاج نفسي غير دوائي فهذا جانب هذا وكلهما يعني كل منهم مكمل لعمل آخر يعني العلم النفس العلاجي بقية تخصصات علم النفس ليس لا علاقة بالموضوع يعني ليس لا علاقة بالصحة النفسية يعني ليس لا علاقة مباشرة يعني طبعا وإلا كل العلوم لها التصال ببعضها البعض طيب في جزئية تبدأ بمن المعتاد أنك تبدأ بالطبيبة النفسية خاصة إذا كان عندك شكوى شكوى مرضية تشتكم مش أنت عندك أنت أبو بدر لكن تعادتنا في توجيه الخطأ تبدأ بالطبيبة النفسي لوضع التشخيص وضع خطة علاجية وهو في الغالب يحيلك إلى الخصائي النفسي نسميه خصائي نفسي نسميه خبير نفسي أو المختص بعلم النفس طيب فإما لزيادة تقييم أو لتطبيق الجلسات النفسية فهذا هو المعمول به هنا في بعض الدول الغربية قد يعتاد بعض الناس لذهاب لخصائي نفسي مباشرة لكن المعهود عندنا في مجتمعاتنا أنه نفس الوحدة تكون بقيادة أو بإشراف الطبيب النفسي طيب وهو من يقود العملية العلاجية هو الذي يحدد هل يحتاج إلى دواء أو يحتاج إلى جلسات نفسية إما معرفية وما جلسات سلوكية وتعديل وما إلى ذلك بالضبط طيب هل فيها تكامل أحيانا تسمع الطبيب النفسي يقول لك شوف هذا ما في حل دواء وترك عنك الجلسات والكلام أحيانا أحيانا يقولون الفاضي وأحيانا المعالج النفسي أو المختص بعلم النفس يقول احذر ترى هذا ولا على طول يعطونك حبوب وأدوية ويتحول مسألة إلى بزنس ومدري إيش أنا الآن كمريض هل أستطيع أني أشخص نفسي يعني أذهب لمن أستجيب لمن هل من الصواب يا دكتور أني أذهب لأكثر من واحد علشان يحدد لي أو لماذا فعل أعتقد الأفضل أنك تذهب إلى وحدة متكامل يعني في نفس الوحدة يكون هناك طبيب واخصة اختصاصي نفسي لماذا لأنه سيكون بينهما نوع من الانسجام يعني تتجنب سلبيات الأمور الشخصية طبعا ما ذكرت فيه أمور شخصية ولا ينبغل أن تكون يعني أن يحذر أحدهم الآخر لأنه مفترض أن يكون هناك تكامل فإذا ذهبت إلى وحدة متكاملة فيها أكثر من تخصص فهذا هو الأفضل ستخرج بما يعني ينبغي أن تحصل عليه طيب أشي الفرق بين الأعراض والأمراض والسواء والاضطراب طيب لقد سألت أنا عظيم العرض هو الشكوة التي يشتكي منها المريض طيب مثلا يشتكي من نقص في النوم قلة في النوم نقص في النشاط الخفاة في المزاج أعراض كما أنه هذا في الطب النفسي في التخصصات الأخرى مثل الباطنية يشتكي من ألم يشتكي من حمى مغص هذا عرض هذا عرض المرض هو مجموعة أعراض مجموعة أعراض تشكل تشخيص يعني عندما أقول مرض فأنا عن التشخيص في الباطنية مثلا مرض السكر مرض ارتفاع الضغط في الطب النفسي أتكلم عن مرض الفصام يعني عن مرض الاكتئاب وهكذا فإذن المرض هو مجموعة أعراض تشكل تشخيص معين وهي أعراض باشتراطات معينة وليست أي مجموعة أعراض لكن باشتراطات عددها ومدتها وشدتها ونحو ذلك فهذا هو الفرق يعني هل ممكن المرض هو جواب لسؤال لماذا هذه الأعراض المرض قد يجيب نعم يعني قد يفسر ظهور الأعراض مع بعضها وقد يجعلك كمتخصص تتوقع مثلا الأعراض الأخرى يعني أنا إذا جاءني شخص يشتكي من مثلا انخفاض المزاج وقل في الاهتمام بعض الأمور التي كان يهتم بها أتوقع أن يكون عنده نقص في النشاط لأنه مكمل ثلاثي حق الاكتئاب مثلا فأسألوا عن بقية العراض لهذا المرض المعين وفي النهاية أنا كطبيب أعالج المرض بالدرجة الأولى ولا أعالج العرض كما أن في التخصصات أخرى كالباطنية مثلا يعالجك من التهاب يعطيك مضاد حيوي لكنه لا يعالج جزئية مثلا ألم الصدر فقط أو جزئية التفاعد والتحرار لأنه يهتم بالمرض نفسه طيب ما هو الفرق بين ما هو الاضطراب يعني أحيانا الإنسان يصاب بقلق وهذا يصبح قلق عادي وأحيانا يقولون لهذا القلق هو الطراب إيش الفرق بين هو كلمة الطراب طبعا هي نفسها كلمة تدول على ما يدول عليه المرض لكن تعدلت الكلمة لتكون أشمل وأوسع نوعا ما لأنه يعتقد أنه كلمة المرض قد يكون فيها زيادة من الوصمة أو كذا في الطراب قد تكون أخف لكن بصفة يعني عامة قلنا الطراب فمعنى أمره زائد عن الطبيعي تأكد ليس طبيعيا سبحان الله في الطب النفسي لا يعرفون السواء ذكرت السواء لا يعرفون السواء يعرفون الخلل أو غير الطبيعي وأعتقد ليس في الطب النفسي فقط حتى في الطب عموما الطب يعني ما يسأل عنك أنت سليم ما يسأل عنك إلا إذا صار عندك عراض معينة يعرف المرض ولا يعرف الصحة جميل اليوم أودنا نتكلم عن الخمسمية أو كما أسميته أنت يا دكتور القاتل الصامت اللي هو مرض الاكتئاب أو شيء ما المقصود به ما أعراضه شيء الفرق بينه وبين الحزن مثلا هل كل الناس يصابون به مجموعة جملة من الأسئلة أودنا نبدأ بتفتيتها شيئا في شيئا أو شيء ما هو الاكتئاب القاتل الصامت طيب وعاطفته هذه مجموعة واحدة بعضها ما يتعلق بسلوكه وهذه الأعراض أحيانا يكون المرض يحتوي على أعراض من مجموعات مختلفة لكن المشكلة الأساسية هي مثلا في الاكتئاب مشكلة أساسية هي الأعراض الوجدانية أو المزاجية لذلك يصنف مع الأمراض الأمراض المزاجية طيب فإذن الاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية الوجدانية من شجرة من شجرة مرض المزاج نعم أو اضطراب المزاج نعم فأهم ما يميزه هو الحزن الشديد المستمر غير الطبيعي وعندما أقول غير الطبيعي معناته أنه طبعا معروف أن كل إنسان يحزن صحي ولا يمكن يعيش إنسان من غير أن تمر به لحظات حزن لكن الحزن في الاكتئاب ليس طبيعيا بمعنى أنه غير متناسب مع السبب أو مع المؤثر شدة ولا متناسب معه مدة بل قد لا يكون هناك سبب أصلا يعني قد يشعر الإنسان بعراض الاكتئاب والحزن يعني قباض الصدر وضيق الصدر وخفاض المزاج ونحو ذلك كأنما هو مصاب مصيبة ضخمة جدا وليس عنده شيء وحتى هو نفسه يعلم أنه إن ما في شيء ما في حاجة لكن ليش أنا لماذا أحس بهذا الإحساس عادة الحزن يرتبط بزمن وحدث ومكان معين نعم لكن إذا زادت مدة هذا الحزن أو زادت شدته أو الثنتين شدة شدة ومدة نعم لا هنا ندخل في نوبة اكتئاب مثلا نعم يعني هذا ما يرجح أن هناك شيء غير طبيعي ويكمال الشروط التشخيصية نشخص أن هناك نوبة اكتئاب يعني تخيل قد تجد إنسان عنده من أعراض يعني كأنما مثلا عنده توتفي له قريب قريب يعني من أقرب أقربائه أعز أحبائه طيب فأعراضه طبيعية إذا كان فعلا يعني هو يمر بهذا أو بهذا الحدث لكن تكتشف أنه ليس يعني ما عنده لا وفا ولا حد يعني نفس الأعراض ستكون طبيعية لو كان لو كان في حدث لو كان في حدث لكن من غير حدث يعني نحن نتكلم عن شيء غير طبيعي فقد تكون هذه لمحة عن لماذا اعتبرناه مرضا لأنه أصلا ليس ليس أعراضه استجابة متوقعة لحدث ما جميل طيب الأعراض عادة الأعراض عدة أعراض أعراض الرئيسية تبدأ بالحزن الشديد المستمر زي ما ذكرنا أنه ليس متناسب مع الحدث طيب طبعا أو المزاج المنخفض خلينا نقول ممكن يعبر عنه المريض طفشان طفشان متململ ضيقة أشياء من هذا القبيل لكنه في النهاية انخفاض مزاج خفاض طيب وغالبا ما يكون متفاوت خلال اليوم وأسوأ أوقاته في الصباح أسوأ ما يكون يعني يصحى الصباح خاصة وحيصحى قبل ميعاده الغالب كمان هذا هذا عرض ثاني حاجي فيصحى هو يعني منخفض المزاج بأسوأ ما يكون مكتئب تماما لما تتقدم الساعات خلال إلى منتصف اليوم إلى العصر كده يبدأ يخفض نوعا ما يخفض حدة الكآبة عنده فالتفاوت التفاوت خلال اليوم هو من عرض من خصائص الاكتياب التفاوت في مزاجيتي في مزاجيتي نعم هو في الغالب سيكون مخفض المزاج طول اليوم لكنها لكنه أسوأ ما يكون في الصباح ثم يخفض ثم يتحسن يعني طيب العرض التاني من العرض المهمة اللي هي نقصان النشاط والطاقة إرهاق دائم من غير ما يبدو لأي مجهود يعني يستيقظ مرهق ومندصف الليوم مرهق في الليل مرهق على طول طيب ونتيجته ملاحظة الأسرة حيقول لك هو نايم على طول هو في الحقيقة مستلقي على فراشي قد يكون يبحث عنه أو قد يكون غير قادر على القيام لكنه منهك منهك ما في سبا والشهية كيف الشهية منخفضة الغالب أنه الشهية منخفضة وبالتالي ينقص الوزن طيب لكن في نوع آخر من الاكتئاب بعض الحالات لأقل تزداد الشهية ويزداد الوزن خاصة مع قلة الحركة طيب يعني إذن أغلب أحوال الاكتئاب فيها نقصان الشهية ونقصان الوزن لكن لبعضها العكس إذا ذكرنا الحزن ونقصان الطاقة فثالثة الأثافي ثالثة هو ثلاثي الرئيسي في الاكتئاب اللي هو نقصان الرغبة والاهتمام والاستمتاع الله يشفيهم الله يشفيهم ولا نهائيا ما في أي متعة تلقى اللي يحب القهوة ما كينتا تاركها واللي يحب الدراجة تارك الدراجة تمام يترك السوني يترك بالضبط كل ما كانوا يحبه واللي كانوا يحبه باجتماع بالناس يتركهم طبعا ما نسأل الناس نسأل مريض عن الأشياء المحبة ما نسألوا عن الدوام لأنه طبيعي أنه كثير من الناس ما يحب الدوام ربما لكن نسأله باعتبار أثر على هذا الشيء ثاني يعني أثر المرض عليه أثره الاجتماعي والمهني طيب هذي ثلاثة أعراض ثم الشهية النوم نقصان النوم من أعراض الأساسية هو في السرير بس ما ينام بالضبط وحشان كده تلاقي المريض يقول لك ما أنام ووسرته المرافق له أخ أو أب أو كذا أو أم لا ينام قبله نايم قبله نايم وكذا اليوم كله هو نايم يقول لك لا ما أنام بالماسة أحيانا ما ينام أبدا يعني أبدا طبعا مبالغة هو لا أعتقد أن هناك إنسان لا ينام أبدا لكن قد ينام دقائق محدودة نوم متقطع فما يحس أنه نام بعدين طبعا نوم درجات مراحل فهو يدوم في المرحلة الأولى أو الثانية ما يوصل للرابعة ما يوصل فما يحس يعني نوم الخفيف كله نوم خفيف فما يدخل في النوم عميق إلا يمكن ربما قل يعني حسب دريجة الاكتئاب طبعا فيحس أنه ما نام ذلك عادة يصرفون مع علاج الاكتئاب علاج نوم في كثير من الأحيان صحيح فهذه مشكلة لأنه في الاكتئاب من الأعراض أيضا في الميزة للاكتئاب اللي هو نقصان الإحساس بالأهمية ما يحس بأهميته يعني يحس أنه لا شيء غير مهم يحتقل ذاته يلوم نفسه مكروه ممكن ممكن لكن إنه إنه قلم حتى إذا جات على باله فكرة أنه مكروه ما يلوم الآخرين ويلوم نفسه فيحس بعدم الأهمية يرافقها كذلك إحساس بعدم عدم القدرة على التركيز ضعف التركيز يقول لك سأت أنسى هو صح ينسى لكن المشك calorie منه ما ركز في المعلوم الأول ولا ركز في أي مرحل المراحل استدعاء المعلومة حتى مشكلت في الانتباه هو في الانتباه والتركيز أكثر من كونها في الذاكرة لو قلنا أن الذاكرة عبارة عن ثلاث مراحل مرحلة استقبال مرحلة تخزين مرحلة استرجاع هو يظن أن مشكلت في الاسترجاع لا أحنا نقولك ترى أنت مشكلتك في أصلا انتباه الاستقبال الاستقبال صحيح صحيح من الأعراض كذلك التفكير في الموت التفكير في الموت والتفكير طيب ليس تفكيرا سليما طبعا المفترض أن الإنسان يذكره أكثر من ذكره هذه من اللذات صح؟ نعم لكنه لا يكثر من ذكره بالطريقة المشروعة يعني بمعنى أنه ليس الموضوع موضوع خوف من الموت واستعداد للموت بل موضوع أحيانا رغبة في الموت لماذا؟ لأنه لا يحس بطعم الحياة ولا يرغب في الحياة يعني يفضل أن يموت دكتور شفها معادلة خلنا أخذها معادلة أنا ليس لي قيمة أنا أشعر بالألم أنا فاقد للأمل نعم أنا ما أحد ما تفهمني ترى بعض الأسر أنت دائم نايم دائم ما أدري إيش ويتأثر في عمله وأنا يعني لا أحد يقدرني من عدم الشعر بالقيمة لا يستطيع حسم الأمور هو متردد غالباً صحيح هذا من قاطل مهمة لا يركز ويلاحظ أنه بدأ ينسى فيقول أنا تأكلت هذا يساوي أني إما أن أموت موتة طبيعية أو دي نفسي لأموت هل يمكن يفكرون بالانتحار؟ أكيد أكيد هذا من أخطر ما يكون في الانتحار في الاكتئاب الأسباب التي ذكرتها بإضافة لأنه حكمه على الأمور قد لا يكون سليم يعني يفكر في أنه يعني خاصة الحل أنه أنا أموت يعني هو نفسه في وقت آخر لو عرضت عليه هذه المشكلة لا اقترح كمية من الحلول لكن في حالة الكتئاب لا يستطيع يعني يختار قرار سليم فضلاً يكون عنده القدرة والقوة لتنفيذه فيفكر في الموتة بل يعني أذكر واحدة من المريضة جات في إحدى المستشفات كنت أعمل بها سابقاً أنقذوها أهلها في آخر لحظة وهي تحاول الانتحار وهي أم الأطفال فكانت بقول أنه أنا يعني خاصة نوة الموت لكن لا تريد أن تترك أطفالها من بعدها طيب بتقول أنا أقتل نفسي بعدين أقتلهم يعني تخيل فكرة يعني فكرة أنه لا يمكن إنسان بعد ما يقتل نفسه يستطيع يعني يعني يعمل حاجة لكن اضطرابة تفكير نفسه يعني وصلت لمرحلة من عمق التأثير الاكتباب حتى على تصورها السليم في نهاية تريد أن تموت ويموت أطفالها لكن لم تعرف كيف ترتب المسألة وهذا كان الحمد لله يعني من نعمة الله عليها أنها ما فشلت في محاوة الانتحار لكن المقصود أن الانتحار من أسوأ النهايات بالأسف طيب هل في سن معينة للاكتباب؟ يعني هل ممكن الأطفال يكأبون الكبار في السن؟ هل في مرحلة مثلا أزمة الأربعين بعد التقاعد؟ يعني ولا لا هي تمر نوبات هكذا؟ هو في أي عمر يمكن تحدث نوبة اكتب يعني لا يوجد عمر محصن من الاكتب حتى الأطفال وكبار السن لكن تتحدث الدراسات عن مرحلة منتصف العمر الثلاثينات منتصف الثلاثينات أربعينات لأنه فيها ارتفاع في حالات وأيضا ما فوق الستين أيضا كبار في السن أنه في زيادة في حالات الاكتئاب لكن بصفة عامة يمكن تحدث نوبة الاكتئاب في أي عمر طيب الجنسين في دراسات هذه أكثر من هذه؟ نعم هي عند الإناث أكثر الإناث الاكتئاب عندهم أكثر طبعا هذا اكتئاب أحادي القطب الاكتئاب فقط يعني وأكثر عند الإناث في اكتئاب آخر في ثناء القطب متساوي بين الجنسين هذا بسنأتي حلقة كاملة عن ثناء القطب تمام لكن الاكتئاب المعروف أكثر عند الإناث وموجود عند الإناث أكثر من أكثر من الذكور نعم هل إذا قلنا نوبة يعني كأنها تشير إلى حقبة زمنية كده وتعدي صحيح النوبة في العادة من الأقل إلى الأعلى كمان النوبة عادة تستمر في المتوسط من ستة أشهر إلى تسعة أشهر كمتوسط ولما قلت أنها نوبة في عين ذكرت أنها ستعدي هي بالمهسبة حتى لو تركتني غير علاج في الغالب أنها تنتهي لا إله إلا الله لكن تنتهي كيف تنتهي ربما تنتهي لا سبحان الله بانتحار المريض إذن عشان بس ما اللي اسمعنا الآن هو يعاني نقول تنتهي لا يعني أنك ما تعالج ترى خلال هذه النوبة فكر دائما ما ومن ستخسر صحيح ما ومن ترى أنت ممكن تخسر مجموعة علاقات ممكن تخسر زوجتك وعيالك ووظيفتك يعني لا تترك نفسك أقصد يعني لا تترك بعض الناس يريد تغيير بلا ثمن تغيير يتكفل به الزمن خلني أعيشها لا لا لازم يعالج نعم وبعدين حتى لو فرضنا ما حصلت مضاعفات كبيرة هو طول هذه الفترة يعاني يعاني يعني تخير حيقعد إنسان تسعة شهر أو سنة حيانة تتطاول إلى سنتين طيب في معاناة دائمة في معطل تماما يعني ما يسمى بالإعاقة الآن الإعاقة ليست إعاقة جسدية فقط هناك إعاقة نفسية كون إنسان يكون قاعد بالعرض ذكرناها لا عمل ولا إنجاز ولا إحساس حتى بطعم الحياة يعني لا يتذوق حتى حين الأكل طعما لا شك إنها معاناة ممكن تعود له بعد ما يعالج يعني بعض الناس عمره أربعين خمسين قالوا إيه ترى هو صغير قد جتها يعني سبقنا هل ممكن تعاوده ممكن ممكن كون أكثر عرضا من غيره صحيح هي أصلا أصلا بيقول لك إنسان يصيب بنوبة ففي احتمال إلى قرابة خمسين في الممئة أنها تتكرر طيب وإذا كانت نوبتين يرتفع الاحتمال إلى سبعين أو ثمانين في الممئة تحدث نوبة ثالثة وهكذا إذا تكرر الثلاثة معاناها يعني يثق تاون ستحدث الرابعة سبحانه ولذلك يعني اتفقوا اتفق الأطباخ الأجمع الأطباء على أنه التدخل العلاجي ليس فقط لإزالة عراض النوبة الحالية بل لتقليل نسبة الإصابة بالنوبات المقبلة يعني على أساس أنه يعني أقي نفسي أو على الأقل أقلل من احتمال الإصابة فأنا أخذ العلاج وحتى بعد انتهاء العراض سأستمر فترة تعتبر فترة بقائية لتقليل احتمال تكرار النوبة منتشر الآن يا دكتور كثير ولا لا؟ كثير كثير جدا الدراسات العالمية اختلفت طبعا حسب شروط الدراسة وحسب بيئاتها وكذا أعطت أرقام مختلفة في دراسات تكلمت عن 7% من المجتمع المحدد إلى 10% وأقل الدراسات تتكلم عن 5% الدراسات يعني معتمدة بموظمة الصحة العالمية من كل مجتمع مصابين بالاكتئاب يعني تخيل لو أخذنا أقل رقب 5% تخيل مجتمع فيه 40 مليون شخص 5% منه وكم يعني هيكون 2 مليون تقريبا 2 مليون تخيل فيه 2 مليون مصاب بالاكتئاب في درجات متفاوتة وفي نهاية مستوفر معاينة تشخيصية وليست مجرد حزان عابرة ليست حزان عابرة هذا الاكتئاب 2 مليون عدد شيء ضخم جدا عشان كده بقول لك الآن في العالم في إحصائية هي طبعا إحصائية مبنية على دراسات طبعا ما أحصوهم واحد واحد لكن الدراسات يعني حسب النسب والتوقعات بيتكلم عن 280 مليون مصاب بالاكتئاب في وقت واحد 200 مليون طيب الآن أنا كأب أو أم يعني هو الإنسان ربما أحيان يهرع ويفزع إذا شاف مؤشر ومؤشري مثلا واحد معياله صار ما يحب شغلة كان يحبها وضايق صدره ومدري إيش على طول ينصر في بالا أن هذا اكتئاب والله يستر ومدري إيش ويتوتر يعني كيف يشخص التشخيص المبدعي على الأقل يعني اللي يقصد بالتشخيص المبدعي ليس ليعالجه يعرف هل يذهب به إلى طبيب أو لا المسألة فترة وبسيطة وتعدي وجلسة معه وحوار وتنتهي هو من الأشياء المهمة أنه هل هناك سبب يعني هناك هو لاحظ تغير ترك أشياء معينة هل هناك سبب واضح ربما يكون تغير في البيئة المحيطة بالشخص مثلا تغير في اهتماماته لتغير أصدقاءه لتغير مرحلة فهل هناك سبب واضح أو حتى الكآبة التي وحزبها الطفية هل لأنه مثلا للسوني حقه انكسر يعني هل هناك سبب واضح إذا هناك سبب واضح فهذا يدعو للتريص لأنه في الغالب قد يكون شيء عابر لأنه سبحان الله بعض الناس يعكس المسألة يستغرب يقول لك يا أخي الولد صار كذا كذا مع أنه ما في شيء يعني فكأنما يريد أن ينفي عنه الاكتئاب باعتبار أنه ما في شيء ما في سبب لا بالعكس كونه عنده عراض من غير سبب هذا اللي يثبت الاكتئاب يا سلام هذا اللي يثبت وإلا إذا عنده سبب فهذا طبيعي فالنصيحة الأولى أو النقطة الأولى إنه هل هناك سبب مماشر واضح هل هناك سبب هذا يتريدها شيء الثاني ينتظر لا يشخ أصل الاكتئاب في أقل من أسبوعين يعني أتكلم عن الطبيب جاني واحد بأعراض واضحة قوية لكن الفترة أقل من أسبوعين فقط أسبوع خمسة أيام كذا ما أقدر أنا أبني تشخيص قوي مؤكد وأبدأ علاج وهو باقي ما ما أكمل في هذه الحالة ممكن أبدأ بأشياء مراقبة الدخلات غير دوائية حتى يعني أنا أتكلم عنه أنه كان واحد مثلا يعني وضعه يعني أعراضه قوية فممكن أبدأ بأي لكن تشخيص الاكتئاب يتطلب فترة أسبوعين من الأعراض الواضحة طيب خلني أخذ معك دراسة حالة ما عليش طيب لأن يمرون علينا شباب وكذا أنا أشوفي دكتور صحيحلي أنت رجل ميدان أنا شايف شوي في موضة في الدعاء الاكتئاب لأن بعض الشباب يعني إذا مارس دور الضحية وجد نوع من الاهتمام وجد نوع من التخفيف من المسؤولية ما أحد يقول لي شيء لا صلاة لا دراسة لا ود لا جبل فعنده مكاسم ثانوية من هذا الادعاء أنا الآن أبغى يعني كيف تكتشفيني أنا الآن هل أنا أنا جيتك قلتك والله أنا ضائق صدري وحتى بعضهم يقرأ في أعراض الاكتئاب ويتمثلها أحيانا نعم وانمرت علي مجموعة حالات كيف كيف ألتقط أن صدك هذا فيه اكتئاب والحزن أو يتحازن نعم صحيح هو نحن بين نوعين من الناس النوع اللي ذكرته اللي هو يدعي أو يزيد من حدة الأشياء التي تتعلم والنوع الثاني ذي ينكر السبسحان المستوى الأكثر هو الذي ينكر يعني أو يكابر أو يضغط على نفسه لكن ربما في فئة الشباب إذا حسن أن هناك مصلحة معينة ربما يعني يدعي أو إذا كان هناك تعويض مادي أو هناك في بعض المجتمعات تعويض مادي للمصاب ببعض أمراض النفسية ف ربما بعضهم يعتماد ف الذي تسأل عنه اللي هو كيف أنا أميز أنه إذا خلى عن رقيب كيف يكون وضعه بعيد عن أعين الملاحظين إذا كان إذا كان يعني إذا وجد نفسه يعني الحال وكده يعني يعني إنزالت العراض فخلاص يعني يقول لك الله ما لي نفسه أأكل ويدخل المطبخ يقوم بالواجب فهذا واضح فهذه هي يمكن نقطة ممكن ملاحظتها في عوامل معينة مسببة له أبتعد عنها أنا كفرد أو أبتعد عنها أنا كمربي طيب بالنسبة للأسباب في أشياء لا يمكن لك يعني تحكم فيها اللي هي الجانب الجينات جانب الجينات الوراثية يعني أسباب الكتاب بصفة عام وجد أنه فيه علاقة كبيرة ما بين الوراثة والطرابات نفسية عموما واكتاب خصوصا تجد المصاب بالكتاب مثلا في تاريخ مرضي في الأسرة قد لا تلاحظه قد يكون بعيد لكن موجود هذه واحدة الناحية الكيميائية أيضا الداخلية في الجهاز العصبي هذه لا سبيل يعني التعامل معها وجد أنه فيه تغير في بعض النواقع العصبية في الجهاز العصبي طبعا عشان يمكن نوضح لبعض المستمعين أنه الجهاز العصبي طبعا يتحكم في الجسم تحكم في كل شيء في اسم النسان وفي أفكار ومشاعر وفي سلوك وفي كده هذا التحكم يتم عن طريق مواد كيميائية ناقلات ناقلات تنقل إشارة المعلومة الكذا ما بين الخلايا العصبية والناقلات العصبية هذه مختلفة هي مواد كيميائية في النهاية مواد كيميائية لكنها مختلفة في أنواعها وفي آثارها طيب واحد منها يعني ممكن نذكر اسمه السيروتونين مثلا هو الرئيسي في موضوع الاكتعام يقل يقل مستوى في أماكن معينة في المخ فتنتج عنه أعراض على هذا النقصان هذا شوهد ولو يحظ في مرضى الاكتعام وبالتالي حتى العلاج يصمم على هذا الأساس يعني علاج تعويضي هو علاج تعويضي يعني هو يدفع يعني في نهاية يؤدي لأنه تزيد نسبة السيروتونين في هذه الأماكن فتتحسن الأعراض معناها يا دكتور عدم الانتظام في هذا العلاج تسبب مشكلة أيضا نعم صحيح صحيح لذلك أنه تجد الإنسان أول ما يأخذ العلاج يتحسن فقل لك الحمد لله في خير فيوقف العلاج ترجع الأعراض ترجع نفسه أقوى كانسحابية لا ما تعتبرنا انسحابية لكنها ترجع نفسها هي سبحان الله يعني حماد دخلنا في علاج لكن إذا أخذتها كأنك أنت كنت مانع شي يعني اعتبروا أو أي حاجة أنت حاجزها وفجأة رفعت رفعت أيها الحاجز فترجع كما كانت لو ممكن ترجع بسرعة 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 مفاجئة فربما يحس أنها أصعب لكن في النهاية هي نفس العراض الأولى هي نفس العراض الأولى عشان كده لما تكلم عن العلاج بيتكلم عنه فيه فترة بعد زوال الأعراض تماما لازم يستمر بنرجي نتكلم عن العلاج ما علاش طيب احنا قلنا من العوامل عندنا وراثي يعني السؤال على هل الاكتياب وراثي الجواب نعم قد يكون نعم يعني ممكن نقول أن الجانب اللي هو الإنسان يريف الاستعداد استعداده أعلى من غيره في الاكتياب بالضب طيب الثنين الثنين المواد الكيميائية خلل في هذه المواد الكيميائية طيب ثلاثة ثلاثة بعد كده العوامل الخارجية الخارجية والداخلية اللي هي في عوامل نفسية وفي أشياء اجتماعية مثلا نفسية منها أنه خلينا نقول طريقة تفكير طريقة تفكير ونضغط في الأحداث وخارجيه لأحداث نفسها بمعنى مثلا واحد صارت لمصيبة طريقة تفكيره التفكير كالثي ينظر للمصيبة بأكبر مما هي وأنه لا حل ولا ما في أمل وكذا يعني يضخم الأمور أو ينسب الخطأ إلى نفسه يلوم نفسه على الصغير طبيعة شخصيته طبيعة طريقة تفكيره هذا يزيد أيضا من حدوث يعني معدل حدوث لأنه يضاعف من شدة الحدث يعني تخيل الآن نفسه المصيبة تحصل لشخصين واحد ينظر إليها نظرة متوازنة ويفكر في الحلول والآخر ينظر إليها كنظرة كأمر كالثي فهي نفس الحدث لكنها يعني كأنهم حدثين مختلفين في أثر فيكون أثر مختلف على الشخصين طيب أبغتبر بس معلوماتي معناها لو جاني واحد لأنا ناجح إن شاء الله من تلاميذك لو جاني واحد واكتشفت أن عنده مشكلة في الناقلات أو في الأشياء الكيميائية في داخل جسده خلاص هذا أنا الآن أنا لاستقبال أبو أدي طبيب نفسي جيد جاني واحد لا هو عنده مشكلة صارت حدث ونظرته هو مضخمة لهذه الأمور وصاب نوبة اكتئاب أجي يقول لأنت روح لمختص نفسي عشان يفكلك هذا الارتباط ونظرتك للحداث أو لازم يأخذ دواء يهديه شوي عشان يفكر صح أيوة أنت ما تقدر تفصل بين الاثنين لأنه في الغالب نفس الشخص عنده استعداد وراثي طيب جاءته أحداث خارجية فولعت فولعت يعني هذا الوقود وهذا أيوة وهي من المنسبة في نموذج كده يتكلم عن نسبة بدل استعداد وضخامة الحدث طيب يقول لك مثلا إذا فرضنا أنه تحتاج إلى تصل لهذا المستوى لكي تحدث نوبة اكتاب مثلا واحد عنده استعداد نفترض إلى هذا المستوى فيحتاج لحدث بهذا الضخامة عشان يوصل الثاني لا استعداد عنده أصلا بهذا المستوى على طول حدث بسيط ممكن يدخل هنا ومتلك إذا هي تفاعل بين مستوى للاستعداد وقوة الحدث الوارد عليه يعني المداخلتي قبل شوي كنسل الطلب طيب لا بس كويس أنت جبت عرضت المعلومات مع بعض واستثرت جيد النموذج النموذج يجي مني الحمد لله ممتاز وبالمعسبة نفس الشخص هذا يأخذ يعني طبعا في نهاية التشخيص على حسب الأعراض ترى نحن في الطب النفسي ما نشخص بالأسباب أوه ما تنظر على سائر الحادث هذا كذا أبدا أبدا أنا نشخص بالأعراض السبب يعني أنظر للي عشان أعرف أنه هل هذه الأعراض مبررة أو لا لكن في النهاية أنا التشخيصي وعلاجي على الأعراض حسان هي ممكن تقول الرابعة هذه الأحداث الاجتماعية أيها الظروف الاجتماعية وهذه نفسها فيها أشياء سابقة قديمة يعني مثلا إنسان في بداية حياته في طفولت وفي كده حدث عنده أحداث اجتماعية قديمة ضغوط ظروف معيشية معينة ساهمت في تكوين البنيان النفسي حقه نظرته للأشياء هذه أحداث اجتماعية قديمة فصارت مؤهبة وفي أحداث اجتماعية حديثة قد تكون مشعلة هذا تقسيم آخر للأسباب يعني أقول لك أسباب أو العوامل السببية عوامل اللي هي عوامل مؤهبة وعوامل مشعلة أو محرضة يعني العوامل مؤهبة هي لتخلق الاستعداد للمرض وعوامل مشعلة اللي تبدأ يعني يكون منها بداية حدوث المرض يعني واحد يقول لك رسب وبعد ما رسب صارت صارت اكتعاب مثلا وجاته العراض الفلانية وكذا هذه مشعلة مشعلة لكن الأحداث القديمة في بداية حياته قد تكون مؤهبة أو محرضة مثلا نقول حالة انفصال بين أبوه أمه وصغير مثلا بعدين صار عنده مشكلة فقد فيها صديق أو عزيز حالة الفقد هذه كان في بدرة سقتها هذه الحالة الفقد فنبتت شجرة الحزن أو الاكتعاب تقريبا تكفى والمشى هذا برط عبارة بتاز باقصرت طيب هل في شيء عوامل موسمية بالنسبة للموسمية في اكتعاب موسمي او اكتعاب الشتاء اكتعاب الحمل هذه كل واحدة فيها مرض كاد يكون مرض مستقل كاد يكون مرض مستقل الكتاب الموسمي يجيك في فترة معينة اكثر ما يكون في الخريف نهاية الخريف بداية الشتاء هذا اكتر شيء ايوه يعني هي طبعا خريفة يعقوب الشتاء ولا غلطة اي فتبدأ في وسط الخريف وانت ماشي الى نهاية الشتاء طبعا النوبة طبعا تاخد شهور تستمر وهذا اكثر ما يكون في البلاد اللي فيها شدة البرد يعني قلة صدوع الشمس وكذا والناس بتكون قاعدة في يعني تحاول ما تتعرض ما تطلع عشان البرد وكذا في اماكن اخرى قد يكون الاكتئاب الموسمي في الصيف والربيع والسبب؟ هي لوحظت انا لوحظت لكن قد يكون لانه اصلا المناخ مختلف لكن الاكتئاب الموسمي اكثره خريف وشتاء اكتئاب الولادة بعد الولادة هو نفس نفس عرض الاكتئاب لكن ما يحدث الا بعد الولادة هذا الذي يميز وقته ولو اسباب ولو اشياء لكن يميز ان وقته يحدث في الاشهر الاولى او الاسابيع الاولى بعد الولادة مقلق يعني لازم في دواوك او لا لازم لازم طبعا هو ما يحدث بعد الولادة ايضا انواع لكن اذا حدث اكتئاب فهو خطير بالمواسبة يعني قد يعني يؤدي الى ان تقتل الام الطفلها يحدث يحدث انا شفت حالة قاتلت ثلاثة من ابناء لا اله الا الله ثلاثة من ابناء في نوبتين بيناتهم سنوات يعني اكتئاب ذهاني يعني حتى هو خطير يعني وصلنا ورحة ان تقتل ام والشخص اخر طيب الاكتئاب والظروف المادية واكتئاب والظروف الاجتماعية هل هذه من العوامل احنا تطرقنا لها هي من العوامل اللي هي قد تكون مساعدة قريبا محرضة عنده ساعد مثلا عنده استعداد اصلا استعداد وراثي وكيميائي وكذا وكذا بدخل في ضائقة ضائقة شديدة وممكن ممكن يكون عنده نوبة اكتئاب يعني ولذلك تجد مثلا عدد من الناس كلهم بنفس المستوى كلهم بدخلوا في نفس الضائقة بنفس المستوى هذا ما تجاوزه بصورة طبيعية والثاني دخل في نوبة اكتئاب لأنه هذا عنده استعداد استعداد طيب التدين بشكل عام الدين سواء المؤمن وغير المؤمن المتدين وغير المتدين ما رح أقول الاكتئاب لكن ما تتكلم عن الأمراض النفسية بشكل عام نعم الأمراض النفسية طبعا هو نقوة مهمة جدا لأنه اعتقاد أن المتدين لا يصاب بأي مرض نفسي هو اعتقاد خاطئ وبالأسف هو له آثار سلبية خلينا نقول أنه أنه نقرر أن المتدين قد يصاب بالطراب نفسي ليه لأنه في جانب ويراثي جانب كيميائي هذا لا يفرق بين متدين وغير متدين يعني كان مرض جسد هو أصلا هو مرض جسد العلم النفس الأهم عليش الطب النفسي هو يعالج النفس ولا الجسد يعالج الجسد الجسد خلينا نقول التقسيم عضوي ونفسي عند التدقيق غير صحيح غير موجود علميا لا يوقف غير موجود النفسي هو الآن عضوي هو عضوي لأنك تشفت تغيير الآن أعطيك مثال الفصام تغيير باختصار كده بدون رتوش زيادة في نشاط الدوبامين مادة في الوقت مرض الشلل رعاشي نقصان في الدوبامين طيب الشير رعاشي كل الناس تعرف كل الناس تعرف أنه عضوي لأنه شير رعاشي خلاص عضوي ما في كلام طيب الثاني الفصام هو عكس يعني ليش لما نقصت المادة صار عضوي لما زادت صار نفسي أيوه يعني هي في نهاية نفس يعني نفس المادة لتؤثر هنا فهي أمراض عضوية عرفت أسبابها وبالتالي عرف علاجها فلذلك أنا يعني أقول أنه المتدين العرضة أيضا للإصابة طيب لأنه إشياء كثيرة خارجة عن إرادته بل قد يكون من باب من قبيل البلاء طيب الابتلال المؤمن قد يكون بأي مرض كما يصاب بالسكر بالضغط بكذا قد يصاب أيضا بالضراب نفسي طيب لو قلنا الجسد ثلاثية يعني ثلاثية الروح أو الإنسان ثلاثية الروح والجسد والنفس فهناك أمراض للجسد وهناك أمراض للنفس قضية الأمراض النفسية المتعلقة بالتفكير ومتعلقة هناك أمراض روحية ممكن يعني أش ممكن يعني نأخذ أمثلة بسيطة هو لا مشاح في الاصطلاح يصطلح أنه أمراض روحية لكن في الطب الطب النفس لا يتعامل معه هو اصطلاح يعني ممكن الناس من يصطلح على أنه الله يسمي أمراض مثلا الجن والسحر يسمي أمراض روحية أو قد يصطلح على أنه يسمي مثلا الشك والشبهة والأمراض يسميها روحية ونفسي هذا اصطلاح لكن كلاهما ليس مما يختص به الطب النفس الطب نفسي يعالج واحد ثلاثة من الأمراض يعني الطب نفسي قنوع جدا قائمة مطبوعة في دليل هذه أمراضي أنا أعرف إلى حد كبير أسباب وأعرف ما فتح الله علينا من أنواع علاجها فقط طيب علاقة الاكتئاب بأمراض أخرى يعني يطلع مرض من من أعراضه أو نعم محفز هو للاكتئاب يكون نعم صحيح علاقة الاكتئاب بالأمراض الأخرى وثيقة يعني له علاقة وثيقة بأمراض العضوية اللي يصطلح على تسميتها بالعضوية وله علاقة بالأمراض مصطلحة على تسميتها بالنفسية طيب علاقة إمراضه العضوية ممكن نقول إنها تبادلية بمعنى إنه المصاب بالاكتئاب قد خلينا نقول إنه كثير من الأمراض العضوية المزمنة ممكن تساعد إلى حدوث الاكتئاب طيب مرة ثانية دكتور كثير من أمراض العضوية المزمنة يمكن أن تساعد على حدوث اكتئاب بمعنى مثلا السل كثير ما يترافق مع الاكتئاب فشل الكلا قصور الكلا اكتئاب النشاط الغدد الدرقية يترافق مع الاكتئاب هذه امراض عضوية يعني عضوية معروفة بحتها قد يعني يترافق معها حدوث اكتئاب في المقابل الاكتئاب نفسه ممكن يسهل حدوث امراض عضوية اما عن طريق نقص المناعة طيب المكتئب نفسه او حتى نقص الغذاء فيوقود لأمراض عضوية علاقة الاكتئاب بأمراض النفسية الاخرى تزامن مثلا او سببية ممكن بمعنى اكتئاب مرافق للوسواس القهري اكتئاب مرافق لأمراض القلق والرهاب الاجتماعي وغيره او ناتج عنهم طيب اكتئاب مصاحب للتعاطي التعاطي المخدرات الاكتئاب مرتبط لكثير بل اكثر الامراض العضوية والنفسية طيب لو ترك الاكتئاب لو ترك من غير العلاج ايه ايش المضاعفات مثلا بتأكيد مضاعفات كثيرة اذا بدأنا بالاقل كون يساني نعزل اجتماعيا يتوقف عن اداء دوره الاجتماعي دور الاب في بيته كاب دور اجتماعي في حيتوقف عنه الام سواء ادارة المنزل او الاعداد الطعام وغيره تربية الابناء دوره الوظيفة توقف عن اداء وظيفته اما انه يفصل او يفقد عمله او الى غيره اذا كان طالب تدهور اكاديميا فهذه مشاكل اكاديمية واجتماعية ومهنية وغيره ناتجة على الاكتئاب مضاعفات هذا ابسط ما يكون اذا انتقلنا الى ما شد منه هناك ما يسمى بحالة الظهول الاكتئابي الظهول الاكتئابي المريض وصل لمرحلة الاكتئاب من الشدة لا يتكلم ولا يستجيب ولكنه غير فاقد الوعي لكنه لا يتكلم ولا يتحرك وبالتالي لا يأكل ولا يشرب اذا بقي على هذه الحال حتى ما يعني ما يحس بجوع في واحد تاني مكتئب لكن اذا جاء اكل ما يسد به رمقه سيبقى كذلك الى ان يموت اخطر مضاعفات الاكتئاب الانتحار والانتحار قد يمثل نسبة الى تصل 15% من المكتئبين اوه كثير كثير يعني من كل خلينا نقول لك من كل 6 واحد تقريبا 15% يعني تقريبا زي كده فهذا اللي ينتحر وفي اللي يحاول انتحار اكثر طبعا وقد يفشل وفي اللي يفكر في الانتحار لكن يرد ما يرده عن المحاولة فهذه ايضا من المضاعفات ممكن ما يفكر في الانتحار لكنه يحاول ان يعالج نفسه باشياء يعني يقول لي اخي طيف خلينا يجرب كذا واكثرها مخدرات يعني يعني يقول لي اخي جرب كذا حشيش يعرف انه لانه ما اتجه تجاه سليم يعرف انه المتعاطين لحشيش يشعر بنعمة السعادة يعني ولو موقعته فيجرب فيصبح عنده يعني المشكلة تتضاعف عنده اكتئاب زائدنا الادبان او الكحول او غيرها من الان فهذه من المضاعفات طيب الان بعض الامراض النفسية يكون خطر الانسان فيها على غيره وبعضها يكون خطره على نفسه صحيح الاكتئاب هل هو ضار لغيره؟ هو اقل في ضرر على الاخرين من امراض اخرى لكنه قد يحدث قد يؤذي غيره قد يؤذي غيره لكن اقل يعني مثلا الغالب انه مريض الكتاب ما هو عدواني الغالب لكن قد يكون يعني مثلا زي الاكتئاب بعد بلاد مثلا ام اللي قتلت اطفاله قد قتلتهم اما لانه فقدت الادراك لكن بعضهم قد تفكر انها تحميهم من اخطار متوهمة وتظن انك في قتل لهم حماية فقد يكون في خطورة على الاخرين طيب الان اذا هل ممكن نفسر نفسر يعني سامحني على العبارة سامحني المستمع قذارة بعض المصابين بالاكتئاب القذارة على المستوى الشخصي أو على المستوى البيئي يعني غرفة سيارة هندامة ما يتسبح ما يتنظف تدخل غرفة الأكل في كل مكان الملابس في كل مكان هل هذا لانه خلاص فقد الاهتمام بالتفاصيل فقد المعنى فقد تقدير الذاته يعني هذه الأشياء تفسر عدم اهتمامه بالنظافة الشخصية نعم يعني ممكن تقول عدم الاهتمام فعلا يعني غير مهتم يعني ماذا يعني ذلك ليش أنا أسوي كده ما في فائدة ما في أمن ما في حل فقد الإقبال على حياة كلها فما بالك بالإقبال على أنه نظف نفسها حياة نفسها ما فيه عمل طيب بريض الاكتئاب نصيحتك له يعني بعضهم أفسد أفسد تفكيره هذا العلاقة بينه وبين نفسه نعم وأفسد العلاقة بينه وبين أهله وبينه وبين مجتمعه وأصدقائه بل وأفسد العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى يصل المرحلة إلى فقدان الأمل وأن الإنسان تعافه وأن الإنسان أصلا الله لن يرحمني وأنا مقصر وأنا أظلم قلبي وأنا 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 إيش ممكن نقول له هو أهم أهم حاجة أنه يتعاطل يأخذ العلاج أهم يعني قد يكون هذا سؤالك الأساسي ربما لكن أنا أعتقد أنه درجة الأولى في أهم نصيحة توجه لإنسان عنده عراض اكتئاب أنه يأخذ حظه من التشخيص السليم والعلاج والانتظام عليه هذا أهم نقطة بعدها طبعا يصلح يعني خاصة إذا أخذ العلاج يصلح بعدها أن يتقبل لأنه من مؤسبة أحيانا توجيه النصيحة لمرض الاكتئاب تزيده اكتئابا تشعل اللوم أيها هو أصلا يلوم نفسه يعني اكتئاب أصلا من أعراضه أنه يلوم نفسه ويشعر بأنه ما يستاهل يعيش في الدنيا أصلا خليك وتقول لي أخي أنت أترك الكلام وأترك لهذا وليه أنت أنت تزيد عليه اكتئابا ولذلك عندما قلنا مسأة متدين وكون يصاب ولا يصاب سألني بعض الأخوة الفضلاء العلماء دعاة يعني ليه أنا مصر ليش أنت مصر أن تذكر النقطة هذه يعني مع أنه إحنا يعني الدين لا شك أنه في الخير وفي السعادة وفي كذا أنت مصر أن تذكر نقطة أن المتدين قد يصاب بالإطلاق أنا بقول لأنه أصلا يعني شفنا مرضى كثيرة مريض الاكتئاب ما هو ناقص أصلا هو يتهم نفسه لما يسمع خطاب أنه يا أخي هذا الذي أنت فيه من ضعف إيمانك مثلا إلا لو كنت متدين ما كنت أصبت بهذا المرض فيزيد ذلك اكتئابا على اكتئاب وأضف إليه الوسواس القهري في بعض خاصة الوسواس الطهارة أو اسواس العبادات أو اسواس العقيدة نفس الشيء فيزيد ذلك وحقيقتها في الاكتئاب يعني لوم النفس مع تحقيرها مع كذا وأصلا يشعر طيب أنا مع خراب إذن حتى ما بيني وبين الله عزيزي خلاص انتهى ما بقي شيء فلا متمثة أنتحر خلاص أطيل أمد العذاب فهذه النقطة أنه العلاج ثم بعد ذلك النصيحة اللي قد توجه له أو لي من حوله في أنه كيف كيف تعامل الأهل صحيح أصدقاءه أنه يتفهم يتفهم وضعه ويشعر بالاهتمام يشعر بأنه أنا لا أنصب نفسي ناصحة لك وأنا يعني أنا الفاهم وأنت لا أنت لا تفهم وأنا أرشدك وأدلك ولا يعني يعرف أن الله عزيزي ابتلى هذا وعافى هذا يعني لحكمة لكن يشعر بالاهتمام ويشعر بالتفهم ويشعر بأنه أنا أعذرك فيما أنت فيه طيب أريد أن أساعدك كذا طيب ما يوجه النصيحة بسورة متكررة وكذلك بل يعني يعني أقول فضلا عن اللوم والانتقاد بعض الناس يظن أنه سوف يصحح سلوك المريض نفسي بصفة عامة أو مكتب بصفة خاصة بأن يقول له افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل ما يحبون ولا يصلح معهم ولا يفيد بل تزيده أحيانا طيب شا سوي به عاج يعني يعني طيب ثم فيه أشياء في العلاج النفسي الآن هنا يبرز دور كبير جدا للخصائي النفسي طيب يعني في مراحل لاحقة يعني ما يتعلق بطريقة التفكير ما يتعلق بكذا طيب أحيانا ما يستجبون لا للدواء ولا لنصائحك ولا ويصدر كبير في السن أنت ما يقدر تجبر يعني اشي الحل يعني وإذا ما استجاب إذا أعطي دواء ما استجاب يعني بمعنى ما أخذوا ما أخذوا ولا انتظم ولا انتظم هي طبعا مسألة إقناعه بالدواء في الاكتئاب مبنية على الشرح والتفصيل لأنه في الفرق بين الاكتاب ومن غيره من الأمراض أن المكتئب يحس بالمعاناة ويريده حل غير مريض آخر مثلا ذهاني فصام الفصامي لا يشوف أنه صحيح وأنتم غلطاني وأنا مرتاح كده ليش تعالج أصلا فيستفيد المرافقة المريض وأهله من هذه الجزئية أنه يعاني ويشعر بالمعاناة ويريد الحل فيشرح ويحاول أن يبين أن هذا الدواء كذا وأنه مثلا يعني أنه مما هدى الله عز وجل للإنسان كذا يعني يحاول يعرف فين المشكلة يشوف البودكاست هذا لكن مثل أنا كصديق أو أب أو أخ أو أي أن كان مثل يجب علي التدخل وأن الحالة طارئة ويجب أن نشوف لها حل يعني أنتقبوا شوي زاكرة الخير قلت أتفهم أتفهم أخليه نايم نايم ما يبغى يأكل معناه في السفرة ما يأكل معناه في السفرة ما يبغى يصلي في المسجد خلوا لا أحد يقول لها شيء ولا في أوامر ولا نواهي ولا شيء بس يوصل المرحلة يجب أني أتدخل وأخذ بيده متى أصل لها للمرحلة أو مثلا أستبقي نفسي إذا نحن نتكلم عن أول مرة أبغادت أوليد يعني أوصله للطبيب أول مرة أي يعني أي هي مجرد أنه أنا حسيت أنه التغير واضح في الأعراض ذكرنا الأعراض واستمرت أسبوعين فأكثر لازم أخذ الطبيب يعني أبدأ أهيئه لمقابلة الطبيب شوي شوي لكن اللحظة اللي أنا لازم أخذ فيها غصب أيوة أنه حسيت أنه بدأ يتكلم عن مفارقة الدنيا الانتحار الموت أو إشارات بالمواسبة المهم جدا إذا كان في أحد عنده اكتئاب سواء بدأ علاج أو ما بدأ أنه أسرة تعرف إش هي العلامات المنذرة يعني في بعض الناس بالمواسبة قبل ما ينتحر أو قبل أن يحاول الانتحار يوزع أغراضه يا الله تخيل لو عندك مريض أسمح الله تعرف مريض بدأ يوزع أشياء أو لا أجيب ما تتركه أبدا في من يكتب حتى يكتب رسالة يعني شيئا زي كده فالأعمال الأخيرة يسموه العمال الختامية أحيانا تشوف علامات في الأيادي حاول الجرح ذاته أحيانا تروح المطبخ تلقى كمية دواء ناقص منها شيء كثير يريد أن يأكل حبوب زيادة أيوة إذا ناقص فعلا حاول كمان هذه خطيرة هذه مرحلة متقدمة أكثر خطيرة جدا بعض الناس يصل لمرحلة هو في قمة الكتاب يبتسم تسامة سخرية يقول لك يعني هذه نفسها ممكن تكون علامة سيئة فلا تظنن أن الليثي يبتسم خلاص مش فارقة معها خلاص يعني ممكن تكون هي كذا آمين كيف العلاج الدوائي العلاج الدوائي مجموعات مختلفة ما حيتخل في تفاصيل أدوية طبعا دواء دواء لكن مثلا في مجموعة من أقدم وأعرق نوع المجموعات دوائي مجموعة مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات طيب فيها كذا خيار إلى الآن تستخدم وإن كان ظهر ما هو أفضل منها اللي هي تسمى مثبتات استرجاع السيروتونين زي ما قلنا أول مادة السيروتونين تعويضا لها آيوة هي تثبت استرجاع وبعنى تستبقيه فتزيد كميته في أماكن معينة من الدماغ فهذه الآن المجموعة الرئيسية في علاج الاكتئاب الدوائية طيب ما يهم يمكن أن يهم السامع أن هذا الدواء نفسه يعطى بجرعة ابتدائية مثلا حبة وحدة فقط حبة وحدة في اليوم وكثير من المرضى يتحسن على حبة وحدة في اليوم لكن ما يتحسن في يوم أو يومين لا يحتاج له حوالي ثلاثة أسابيع في المتوسط لظهور التحسن طيب خلال العشرة أيام الأولى غالبا يكون فيها شيء في البطن الشهية الراس الصداع إيش الأعراض اللي يسببها الدواء ابتدائيا عشان مريض الآن الاكتئاب يتفهم ترى ترى بيجيك شيء صحيح يعني مثلا هذه المجموعة نفسها نتكلم عنها تسبب فعلا إما يعني هي مش مئة في المئة من الناس بيحصل لكن إذا حصل فهو غير مستغرب إنه مثلا بعض الطرابات الهضمية شوية مثلا إحساس بالغثيان غثيان صداع ممكن صداع نعم عدم راحة يعني في الجهاز الهضم بصفة عامة ممكن تسبب خفقان ممكن وارد لكنه ليس شائع جدا يعني تعرق يحس أن وارد يعني هي بالنسبة من آثارها الجانبية يقول لك حيانا تسبب قلق بكل أعراض القلق في الأول لكن يثق تمام إنه هذه الأعراض هي أعراض مؤقتة مدة عشر أيام ثلاثة سابيع أحيانا يوم يومين آه ما شاء الله وأحيانا تزيد قليل وإنها ليست خطيرة على الإطلاق يعني يعني هذه المجموعة بالذات التي أتعطيها على الكتاب ليست خطيرة آثار الجانبية ليست خطيرة أبدا طيب وإنها في النهاية يعني طبع إحنا ننصح عادة لتخفيف هذه الآثار بأن نعطي مثلا نص الحبة الأيام الأولى تجس النبض كذا أيو استجاب لا ومش الاستجاب هي تمهيد للجسم أنه هذه مادة يعطيناك شوية منها عينة طيب وبعدين نرفعها إلى حبة كاملة طيب زيادة الجرعة ممكن يستخدمونها أحيانا لتثبيت المزاج بالنسبة لإكتئاب هنا ما بتكلم عن تثبيت المزاج بيتكلم عن رفع السيروتونين وبالتالي تحسين المزاج يعني بمعنى أنه تثبيت المزاج يجي عندنا في ثنائي القط لأنه لا يبغي أنه ثنائي القط بيطلع وينزي لازم ثبتة في في الوسط الاكتئاب نازل فقط أنت بترفع فما في مضاعفة الجرعة فيه لا إحنا بنزود الجرعة إذا ما استجاب على الحبة لوحدة الجرعة الابتدائية ما استجاب عليه حنزودها نفس الدواء لأنه يجيك مريض مثلا أقول لك لا أنا ما استفد حسنت غير لي الدواء أقول لك ما أغير لك الدواء أنا أزيد الجرعة خاصة لو كان في استجابة جزئية كيف تعرف يا دكتور أيوة أنا أول ما يجي المريض عندك عندك كذا واحد عندك أسجل أعراضه بالتفصيل الجلسة الأولى أيوة ما يكفي أنه أنا سخصت عنده اكتئاب أيوة ما يكفي أنه اكتئابه خلاص مو كلهم دردم أيش اليوم المهم أنه أسجل أعراض واحد واحد وبل ممكن في بعض سموه شيء مقاييس مقاييس الاكتئاب تعطيني رقم رقم شدة الاكتئاب على أساس المرة الجاية إما أنه أسأل عن أعراض واحد واحد وأشوف اللي انتهى أنا اللي أقيم و هو يعني الطبيب لما يسأل المريض كيف تحسن هذه أسئلة مدخل فقط لكن يجي بعدين التفصيل كيف النوم والله أصدت أنام ست ساعات أنا عارف أنه أول كان أربع ساعات فقط أو ثلاث ساعات طيب كيف الشهية لا والله يسأل تحسن طيب كيف الكذا أكتب أشياء من نص كلام نص كلام بلغته بلغته طيب فأسجلها فأحيانا فأقرأ عليه الكلام اللي قاله قبل ثلاث أسابيع فيضحك يعني يستذكر أنه قال فعل أنه كان كذا لأن بعض الناس التحسن التدريجي ما يحس ما يلحظ سبحان الله الحمد لله لكن لما يتذكر أنه كان كذا كذا فعلا الله كلامك صح أنا تحسن فهنا يكون تقييم الطبيب وليست تقييم المريض شفت بعينك ناس من الأسود إلى الأبيض كثير ترى الاكتئاب على الرغم أنه من أسوأ ما يكون للمريض فهو من أحسن ما يكون للطبيب لأنه يعرف أنه في الغالب النتيجة طيبة الحمد لله الحمد لله يأخذ علاجي يتحسن الناس تخاف أحيانا من الإدمان على هذه الأدوية غالبا النفسية صحيح أدوية مضوضات الاكتئاب لا تسبب الإدمان إطلاقا ما تسبب ما تسبب إدمان طيب بعض الناس يأخذ يعني استسهل أخذ هذه الأدوية من أجل أعراضها الجانبية مثلا اللي عنده سرعة قذف مثلا يروح يأخذ يصرف له اللي هو مضاد الاكتئاب مثلا نعم يعني هل يستحق أن الإنسان يعرض نفسه أو ما فيه مشكلة يعني هو بالمواسبة سرعة القدر من الاستطبابات المصرح فيها بأخذ بعض علاجات الاكتئاب نعم مصرح فيها لكن ما يأخذها على كيفه تحت إشراف طبي ليس لأنها قد تسبب الإدمان لكن لأنه دواء مادة كيميائية لها أعراض أثار جانبية محتمل أنها تحصل فلابد أن تكون تحت إشراف طبي وليست الأدوية المتاحة زي البندول وكيف تأخذها من غير وصفة لا هي تأخذ بوصفة ليس لأنها تسبب الإدمان لكن لأنها مادة كيميائية زي أدوية الضغط والسكر ما يصلح أن أي واحد يقول أنا أبغى أأخذ مثلا علاج ضغط لأنه كذا لابد أن تكون تحت إشراف طبيب طيب ماشي سامحني آخر أسئلتي الآن لما يأخذ هو نصف جرعة ولاحظت عليه أنه تحسن بعدين أضفت إليه جرعة كاملة حبة كاملة وتحسن بس ما زال وما زال يعاني وما زالت أسرة ترى أنه مريض إلى أي مدى ترفع هذه الجرعة ثم نتوقف نقول لا نبحث لها عن مكمل تمام وأصلا أي دواء عنده حتى أقصى جرعة قصوة المفترض أنا ما أستنى حتى يعني عندي مثلا ثلاثة أسابيع الأولى تحسن إذا ما تحسن نهائيا ولا شوية ولا واحد في المية أنا ما أمشي في نفس الخط قد يكون تشخيص يحتاج يعني حتى فرض أنا متأكد من التشخيص لكن هذا الدواء ما أحسن فيه ولا شيء ممكن من المقابل الأولى أنا ممكن أغيره لكن تحسن بنسبة بسيطة فهذا أنا أمشي في نفس المسار وضاعف الجرعة إلى الحد الأقصى اللي هي منصوص عليه لكل لكل نوع أنواع الأدوية جرعة القصوى كذا ثم وصل الجرعة القصوى وما تحسن وغير العلاج تماما لأنه عندي خيارات كثيرة إما من نفس المجموعة أو مجموعة أخرى لأنه عندي عدد من المجموعات كذلك ثم إذا كان أصلا التحسن وصل يعني بدأ يتحسن في الاكتئاب بالذات مجرد ما يبدأ التحسن مفترض أن يشوفه الخصائي النفسي اللي يبدأ معه الجلسات فهذه الجلسات أيضا تساعدنا على تحسن الأعلام هل فيه كشف قبلي قبل أن يذهب للطبيب النفسي يكشف على الغداد فيتامين دال مدريش يعني في بعضهم يقول له هذا مهم عشان يختصر عليك وعلى الطبيب بالتشخيص أيوه هو في المستشفيات المستشفيات يعني اللي هي الوحدات المتكاملة لابد أن يكشف عليه كشف عضوي وعلى الأقل التحاليل الأساسية يعني أو ما يظهر من الكشف الجسدي مثلا في شيء في الكشف الجسدي يشير باحتمالية مثلا أن يكون عنده كذا من أمراض العضوية مثلا في يحلل وفي أشياء مثلا وضيف الكلا وضيف الكبد تحلل يعني بصورة يعني أخلي نقول روتينية لكل المرضى في المقابلة الأولى لأنه ممكن يجيك بعرض اكتئاب ويتضح عنده خمول في الغدة مثلا إذا اتضح أنه الاكتئاب بسبب خفاض الغدة فلازم يحول لطبيب الغدد في الأول خلاص ممكن ما يأخذ حتى علاج اكتئاب بمعنى أنه اكتئاب أحيانا يكون عرض داخل مرض خمول الغدة فيصيل التشخيص خمول خمول الغدة وخلاص فيأخذ علاج غدة ما يحتاج لعلاج اكتئاب أحيانا طيب الآن اللي عنده مريض اكتئاب الآن وسمعنا وجالس الولد أو البنت أو الزوج أو الزوجة في الغرفة أو الأب أو الأم أحيانا في الغرفة الأفضل أخليه أقول له تعال بنطلع ينزعجون أحيانا ما أبغى أسمع صوت أنا أتركوني أبغوني مبسوط أتركوني هل أتركه ولا أجي جنبه ولا أعزمه وأطلعنه إياه أمشي أروح وش أسوي أحيانا والله ما ذا دي أشتسوي صحيح صحيح كلامك هو أعتقد أنه الأفضل طبعا أنا أطلب من مريض الكتاب أنه يطلع وأنه يكون عنده علاقات اجتماعية المفترض وأنه يتمش وأنه يكون عنده نشاط رياضي وكذا لكن أعرض عليه بلطف بمعنى أنه أحيانا يستجيب لأنه يكون قريب من يعني عنده في بعض أحيان ممكن يكون المزاج أفضل شوية في يستجيب فأعرض على العرض لكن ما أكثر عليه ما أكثر ما أكثر مبناقص أعرض عليه من حين لآخر ما أتركه تماما لكن أعرض عليه طيب لأنه ممكن يصادف وقت أفضل وبعده خاصة إذا كان قاعد يأخذ علاج حيوصل لمرحلة وفي الأول رافض تماما يطلع بعد ما أخذ علاج بعد سبوعين ثلاثة ممكن تصبح الفكرة مقبولة خمسين في المية أساعده بأنه يا أخي طيب المكان اللي هو يعني يعني عنده نفس ما أتوقع أنه من الصفر إلى مئة في المية يروح مناسبة فيها عدد كبير من الناس لا طلع خفيفة مع ولده مع أخه مع زوج كده وعلى المحيط به أن يقتنسوا لحظات تحس المزاج تمام يعني طلع من غرفته يبغى وقاعد إيش عندكم مثلا في قهوة وكذا نفرح بهذا المبالغة أحيانا تزعجه صحيح والتهميش يزعجه أنا أقول كما هو مبتلى الناس المحيطة به يجب أن تستشعر أنهم ابتلوا أيضا في التعامل معه يجب أن يستشعروا أن هذا خارج عن إرادته أنه يتألم ترى يتألم يجب معه بعض اللي حواله يحسون أنه يستغلهم أو يتظاهر أو يمثل الرجل ترى يتألم البنت ترى تتألم نعم جيد أن نحن نتفهم هذا نكثر من الدعاء لهم نتابع العلاج معهم نتفهم حدة المزاج ارتفاعا وخفاضا وما إلى ذلك هل من وصية ديكتور ألس أنت مشارة ما تركت شيء لا والله أنا جدا مستمتع ويعني تعلمت كثيرا والله سكرا الحمد لله وإن شاء الله تكون هذه الحلقة يعني مفتاحا لريتاجي قلوب لكثير من المكتئبين والذين يتعاملون مع المكتئبين هل من كلمة أخيرة حول هذا الموضوع إحنا ما غطيناه حقيقة أننا ربما أشرنا إليه أشار أنه الاكتئاب مرض أنا أعتقد خلاصة كم هذا كلام حرقتنا كله إذا خاصنا في الاكتئاب مرض زي زي بقية أمراض يا أخي خذ علاجك وإنت نحاوله وإعتبروك زي مريضة السكر والضغط فهذا أعتقد من أهم الأشياء إن شاء الله جدا ممتن لك شكرا شكرا يا دكتور العفو وإنت شكرا لك أيضا الله يسعدك شكرا لك